أين يعجبك النهاردة؟ طيب برغم أن في بعض السلبيات ولكن في إيجابيات كتيرة جداً منها أن الكابتن حسام حسن أو منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن دايماً عنده أشكال مختلفة في الكهور السابتة ودايماً منتخب مصر بيبقى عنده خطورة من الكهور السابتة مع كابتن حسام حسن معنا بقى ثلاث ركلات ركرتين وفاول كابتن حسام حسن نشوف الطريقة طبعاً دي كانت أول كورنر خرص تلعب في الموتو زي ما أنت شايفت ريزي جي وقف على عرض الأوريب اللحظة بس قبل ما الكورة تلعب هنا الطريقة اللي بيلعب بها منتخب مصر يعني أنت ممكن تلعب بها الكورنر مرة واحدة على الجون يعني إيه اللي حصل هنا إيه نتلعب كورنر قصير كورة راحت على طول بقوة إمام عشور وتزديد بتاع إمام عشور فبتالكورة طالع الإمام عشور بمساحة جبيرة جداً إمام أمزق واحدة والتانية وحط كورة كانت خطرة جداً جداً يا كريم وكانت واحدة من إحدى الكورات الخطرة اللي كان ممكن منتخب مصر يسجل بها دي كانت كورة مختلفة بس كان فيها خطورة كبيرة جداً فعشان كده جبتها شوطة حلوة جداً وحتى يعني الكاميرا العكسية لو جاتت تلاقي أن هي يعني يا دوبة كانت بعيدة اتنين يارضة تلاتة يارضة عن الجون زي ما نقول لكم هنا بص الزاوية العكسية هتلاقي حتى كمان بعد ما إمام شط وإمام إنت لازم تستغل إمام في موضوع التصويب لغاية لما كورة كانت ده حقيق يعني مش لازم يتعزم ده أمام موهوب في موضوع التزديد ده شوف الكورة اللي بعدها على طول الكورنر التاني كان في الشوط التاني كورنرين وراء بعض اختلفوا واحد تعمل تعليمين واحد تعمل تعليمين شوف الفريم اللي بعده على طول هنا محمد صلاح كل قاعد مستني محمد صلاح يعمل الان سوينج أو الوفر اللي بتلف الجوة على الجون أم محمد صلاح أم مفوت الكورة إيه اللي حصل أم مين اللي داخل أم طالع زيزو لعب هو الكورة اللي بتتلعب الأوفر اللي بتتلعب لبرة وساعتها قدر منتخب بوركي نفسه إنه هو يطلع كورة بص يا كريم الكورة دي طلعت كورنر محمد صلاح كان فين كان هناك خالص تعال بقى الكورة طلعت كورنر في نفس الديق في نفس الثانية الكورة لما جات لمنتخب مصر نكمل الفريم اللي بعده هتلاقي منتخب مصر جي الكورنر التاني هنا برضو محمد صلاح أم جي مع زيزو بس المرة دي ولا ده رفع ولا ده رفع نكمل الفريم هتلاقي النفس الكورة برضو اللي حصلت قبل كده لإمام أم زيزو مسلم صلاح أم صلاح مسلم زيزو وأم زيزو بعد كده أم مسلم الكورة لإمام عشور وإمام عشور شطها الكورة دي لو ما كانتش خبطت في لعبي بوركينا فسو كتتزغرت في الجن لأنه وشطها بمنتهى القوة زي ما انت شايف وكورة كتراحة بقوة كبيرة جدا إذا احنا نتكلم على شكل مختلف دايما مع كبتا حسام حسن آخر واحدة ودي بقى اتعاملت مع كبتا حسام حسن في النادي المصري كتير جدا ونادي التحاد سكندري كتير جدا إن انت واحد بيخش بيعمل نفسه النواكي ناشوت زي ما انت شايف إمام عشور دخل جوه المنطقة زيزو واقف ومحمد صلاح واقف زيزو عمل نفسه هو الله يشوت وتريزي جي أمواخت شتت انتباع الراجل وقام زيزو لعب الكرة بكعبه لمحمد صلاح ومحمد صلاح شطه واحدة لولا إن هي بس كانت في نص الجون وشبيهة جدا لهدف محمد صلاح في مرمغانا في بطولة 2017 عبدالله السعيد ومحمد صلاح لما عبدالله السعيد عمل نفسه يشوت وقام لعبه بكعبه بالزبط زي زيزو ومحمد صلاح قدر يجيب الهدف ده كان هدف جميل جدا في مرات في دور المجموعات فالكابتن حسام حسن بصراحة قدم الناس ساعة بتزعم أداء بس يا كريم كابتن حسام بصراحة يعني عنده أشكال مختلفة فيه الكور السابتة بتفكرنا لأنه من مدرستة كابتن محمود الجوري ومحدش قدر ينسى الكور اللي كان بلعبه كابتن محمود الجوري مع منتخب مصر فده خطورة كبيرة جدا لمنتخب مصر